أمّي سمّة أمّي سمّة أمّي إيه الأكلة تحب تأكلها من إيد والدتك؟ والله كل حاجة بس هقول لك شوية الحاجات اللي هي مش البيزيكس يعني مش الحاجات العامة اللي هو الفراخ والوز والبط وينكايب بتعمل حماما عظيم جداً بس حيب مثلاً منها الألقاس الألقاس دي خلي بالك مش أي حد شاطر فيه انت عملت مرة قبل كده وأنا قابل أفرج على الحلقة كان نفسي أجيلكم البساء الباميالويكة الله عليك ده تزواج بقى أيوة أمّي بتعمل على فكرة فيين كتير قوي من الشعب المصري ما عارفوش الباميالويكة أصلاً بي مشهورة جداً في أسواره سعيدة بالضبط سعيدة عارفين أن الباميالويكة بس الباميالويكة دي أمّي بتعملها مع شوية لامون وفراخ محمرة جنبها والعيش الجميل العيش المفقع أيوة أيوة وتاكلها الجلاش باللحمة المفرومة الماكرونة بشاميل دي كلها أكلات عظيمة أمّي بتعمل طبعاً بس فيه طبقة أنت بتحب تأكله بالأيد والدتك آه يعني هي بس الوالدة اللي بتعمله آه إيه هو؟ اللي هي ماما بس اللي بتعمله آه يعني مثلاً الزوجة ربنا يخلى لك طبعاً هي بتعمل كل حاجة بس برضو تقول أكلت أمي نعم هي أمي طبعاً هتبقى لها الأفضلية يعني هتبقى لها الأفضلية هتبقى لها الإجابة شوية إجابة بس أنا بحب من أمي زي ما بقولك بتعمل حمام كويسة أو تعمل مكرونة بشاميل الحلو قوي يعني آه دي الأكلات اللي أنا بحبها من قوي تحب تأكلها من إيديها آه بتعمل زي الشيش طاوك كده فراخ آه بمسترده كده ما بعرفش طبعاً التفاصيل آه بتطلع من الفرن ومتقطعها صغير كده طعمها خرافي لو ده على التميز يعني حاجة مدرسة الشيش طاوك بس مدرسة ماما يعني بس ضابط كده بحاجة بتاعتها هي مميزة فيها يعني طب وإيه الأكلة المفضلة من إيدي المدامة؟ وربنا نخليها لك بتعمل جنباري عظيم جده ألعب يا سمك أنا راجل أكل جنباري بأي طريقة في الكون دولة أن الجنباري بيزود الكروستوريلا ممكن أكله كل يوم يعني بس أحب الجنباري هاي بقعة بتعمله بتدبيلة حلوة قوي بتعمله بإشرو كده زي الإسكندراني في الصينية بالفلف الألوان بتسبيل معينة كده بتبقى تبقى حلوة يعني طبعاً بيبقى من إيديها كمان أحلى وأحلى يعني آه طبعاً إنت ما بتخشش المطبخ مثلاً فكرت في اليوم بتاعي لعب كده وتقول لأنا بس أنا بأعرف أعمل أكلة في البيت سبق بقى من الموضوع البرجر ده والجنباري بص هي ليها علاقة مش إن أنا مش عايز ليها علاقة إن أنا مش واثق إن أنا هعرف أعمل حاجة كويسة يعني ما عنديش مال يعني أنا هخش المطبخ حالاً بس أنا مش واثق إن في حاجة هتطلع مني كويسة وحاجس إن أنا هعمل مصيبة يبقى بالك أنا ملخوم طول الوقت يعني مثلاً لو قدامي الحاجات دي كلها هتعمل إي مرادية ده صعب اسمه لا في أزياء هتحصل في أزياء في حل هتقع في صنية هتتكسر فيه نار هتضرب فأنا أنا مؤذي في الحتة دي بتلغبط يعني شكراً لكم